وفي الداخل الإيراني تستمر الاحتجاجات بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب العربي الأحوازي احتجاجا على سياسات نظام الولي الفقيه العنصرية تجاه الأقليات وفدت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن قوات الأمن الإيرانية قمعت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في مناطق متفرقة من إقليم الأحواز وكان آلاف المتظاهرين العرب في مدينة الأحواز مركز إقليم عربستان قد خرجوا بمظاهرات حاشدة لليوم الثالث على التوالي ضد برنامج في التلفزيون الإيراني اعتبروه مهينا للعرب ورفعوا شعارات تندد بالموجة العنصرية المعادية للعرب ومحاولة تفريس هوية الإقليم وذكرت المنظمة أن البرنامج يأتي في إطار سياسات التغيير الديمغرافي التي تتخذها الحكومة المركزية الإيرانية ضمن محاولتها تغيير التركيبة السكانية لصالح القوميات المهاجرة وترحيل السكان الأصليين عرب الأحواز من موطنهم وأراضيهم عن طريق سياسات الفقر والتهميش والإقصاء والبطالة والحرمان ترجمة نانسي قنقر